مرحب بكم اليوم الثلاثاء الذي عقد فيه اجتماع مجلس الوزراء الاعتيادي في ديباجة الاجتماع تحدث السيد رئيس مجلس الوزراء في جملة من القضايا المهمة حقيقة ولعل أولها يحظى بالأهمية عندنا هو مسائل الوباء والموقف والتدابير والإجراءات التي تتخذ بصدده كانت هناك إشهادة بالعراقيين جميعا لالتزامهم بقرارات وإجراءات الحظر وبالمؤسسات الحكومية أيضا الحظر يستمر الآن وهناك التزام منظور يستحق الثناء والإشادة ليس لنا إلا هذا الالتزام حقيقة لا أحد يعلم متى تنتهي هذه الجائحة وكيف يمكن التعافي منها بدون قرارات حاسمة وصارمة ندعو مرة أخرى إلى الالتزام الصارم بقرارات اللجنة العليا للصحة والسلام ولا تطبيق الحظر تطبيقا كاملا حظية المناقشات فيما يتعلق باللقاح الذي شدد عليه السيد رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظم وضرورة أن يحظى العراقيون بهذه اللقاحات قريبا إن شاء الله وكان هناك نقاش مستفيض في مسائل استيراده عبر الشركات طال هذا النقاش وخلصنا إن شاء الله إلى بعض التدابير المهمة والقرارات التي توفر لنا هذا اللقاح في الأيام القادمة ولذلك كان هناك قراران بهذا الصدد الأول هو تخويل وزارة الصحة والبيئة لغرض التعاقد مع شركة سينوفارم بالإضافة إلى تعاقداتها السابقة مع شركة فيزر ومرفق كوفاكس لغرض توفير كميات كافية ستأتي هذه الكميات تباعا وليس دفعة واحدة وهناك بروتوكول كما تعلمون لتزويد المواطنين بها تبدأ بالذين يواجهون الجائحة من الكوادر الطبية وبكبار السن وغير ذلك مما أقر في اللجنة العليا للصحة والسلامة وكذلك كان هناك في القرار الثاني تصويت على مشروع قانون الحصانة القانونية للشركات المسنعة للقاح واستحداث صندوق للأضرار وهذا هو بروتوكول عالمي الشركات لكي نوضح هذا للمواطنين لا يمكن أن تعطي اللقاحات دون أن تحصل على هذه الضمانة القانونية التي تحميها من أية أعراض جانبية قد يتعرض إليها المواطنون هذا ليس في العراق فقط في بقية البلدان التي شرعت قوانين هذه الحصانة للشركات لكي يمضي العمل بها على نحو مريح هذا فيما يتعلق بالموقف من الوباء وديباجة السيد رئيس مجلس الوزراء لدينا أيضا موضوع تحدث فيه السيد رئيس مجلس الوزراء يتعلق بالعمليات الاستباقية التي نفذتها القوات الأمنية وكان آخرها فطارمية وكاركوك هذه العمليات أساسية ومهمة وهي تشير إلى رفسات محتضر بالنسبة للإرهابيين يخرجون هنا وهناك في مواضع جرى الثناء فيها على القوات الأمنية في هذه العمليات الاستباقية وهي أشياء مهمة تخص أمن البلد كما تعلمون الموقف الآخر الذي جرى الحديث فيه هو عودة الصواريخ العابثة في سماء بغداد هذه الصواريخ العبثية تظهر كل حين محاولة زعزعت أمن المواطنين وللأسف هي تضرب وأول ما تضرب المواطنين المسالمين تؤكد الحكومة مرة أخرى أنها هي وحدها ووحدها فقط المسؤولة عن الملفات الأمنية في البلاد ولا أحد يستطيع أن يضغط بصواريخه العابثة على إرادتها الدولة لا تفاوض على سيادتها هذا مبدأ مهما كانت هذه الدولة ضعيفة أم قوية هي لا تفاوض على سيادتها في أرضها وسمائها إذن الحكومة ترفض مثل هذه الاعتداءات على المواطنين وهذه نوع من الفوضة وتواجهه بالقانون القانون فوق الجميع وتواجه مثل هذه المحاولات بالقانون نفسه ليس لدانية الحكومة أي تصعيدات تنزع بها نحو العنف لكن القانون هو الكفيل بالمحاسبة في التحليل الأخير القضية الأخرى تتعلق بأحداث الناصرية المؤسفة التي حدثت يوم أمس سياسة الحكومة واضحة أمام الجميع هي ترفض كل اعتداء من أي جهة يبدر أو يخرج سواء كان من مجموعة من الناس يحاولون العبث بالأمن ويخربون ممتلكات المواطنين أو في تشددها في التعليمات بصدد إطلاق النار بالنسبة للقوات الأمنية تعليمات مشددة من السيد رئيس مجلس الوزراء بنفسه تمنع استعمال إطلاق النار في ما يخص مثل هذه الأحداث هناك متابعة حثيثة من الحكومة ومن السيد رئيس مجلس الوزراء تحديدا للوقوف على حقائق هذه الأحداث وأخيرا الناصرية مدينة مهمة مدينة أساسية مدينة مثقفة ومدينة مثقفة في الوقت نفسه وهي مقبلة على مجموعة كبيرة من المشاريع وخصص لها صندوق خاص ودعم خاص لأنها حقيقة صنفت مدينة منكوبة من ناحية البنى التحتية وغير ذلك وهي لا تستحق إلا الإكبار وإلا الاحترام وإلا العناية والاهتمام من الحكومة آخر المسائل المهمة تتعلق بزيارة البابا إلى العراق عقد اليوم اجتماع قبل اجتماع مجلس الوزراء يتناول هذه الزيارة حضره جملة من المسؤولين المهمين وعلى رأسهم الأمانة العامة هناك استعدادات كاملة لهذه الزيارة لكن دعوني أولا أن أصلط الضوء على أهمية هذه الزيارة بالنسبة لبلدنا هي زيارة تاريخية بكل اعتبار وربما لن تحدث مرة أخرى لقرن قادم أن يحضر البابا بمكانته ومسؤوليته عن مليار مسيحي كاثوليكي إلى بلدنا شيء يحظى بأهمية قصوى على أصعدة عديدة هناك وزارات مجندة لهذه الزيارة لكي تنجحها ولكي ينال العراق الثمرة المرجوة منها على مستويات عديدة تتعلق بالوئام المجتمعي بالحوار بين الثقافات بالمسائل الاقتصادية بالمسائل السياحية والثقافية بالنسبة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار إذن هي فرصة أن يكون العراق في المشهد العالمي وأن يستثمر في هذه الزيارة التاريخية الأساسية طلب أخير من وسائل الإعلام لدينا مئات من طلبات المشاركة من الإعلاميين الأجانب في تغطية هذه الزيارة ولذلك نحن نهيب بكم جميعا وبأقرانكم وزملائكم أن يتيحوا الفرصة لهؤلاء الأجانب لأن يتعرفوا على بلدنا وأن يغطوا هذه الزيارة وأن نجعل مهماتهم مهمات يسيرة ومحددة آخر القرارات التي صوت عليها اليوم تتعلق بقانون تخليد تضحيات شهداء الحرب مجلس الوزراء صوت لصالح مشروع تعليمات ونظام داخلي لتسهيل تنفيذ أحكام قانون تخليد تضحيات شهداء الحرب ضد عصابات داعش الإرهابية والتسريع إنجاز معاملاتهم والعناية بالجرحة هذا كل ما لدينا اليوم وأستقبل الآن أسئلتكم السلام عليكم رائد المعموري قناة تيارتي عربي نلاحظ في الآوين الأخير أن القوات الأمنية توجه ضربات موجعة لتنظيم داعش الإرهابي لكن في المقابل لا تزال الهجمات الصاروخية تستهدف المنطقة الخضراء وإيضا البعثات الدبلوماسية هل من تحرك حكومي لحسم هذا ملف لها سيما أنه يقوض الأمن ويهدد سمعة العرق شكرا جزيلا على هذا السؤال أعتقد في بداية هذا المؤتمر قلت أن السيد رئيس مجلس الوزراء صلت الضوء على هذا الجانب جانب الضربات الاستباقية التي تنفذها القوات الأمنية ضد عصابات داعش وأعتقد أننا بدأنا نتعايش مع مثل هذه الأوضاع هي لا تفت من عضد الدولة بالنتيجة النهائية وأعتقد أن الهجمات التي تحدث هنا وهناك مرات هي هجمات لا تمثل أحدا بدليل البيانات التي تستنكرها من كل حدب وصوب من كل أطياف المجتمع السياسي العراقي السلام عليكم معالي الوزير محمد فراس مراسل قناة التغيير الفضائية معالي الوزير لماذا لا يتم الكشف عن الجهات التي تستهدف البعثات الدبلوماسية فيها العراق بالأمس كانت استهدافا واضحا لي السفارة الأميركية في المنطقة الخضراء قبل أسبوع كان استهدافا لقوات التحالف الدولي في أربيل المواطن العراق اليوم يشعر بأن هذا الموضوع مسيس هذا الملف مسيس والكثير منهم يفكر بأن هناك مخاوف من قبل الحكومة في عدم الإفشاء وعدم كشف الجهات التي تستهدف هذه البعثات هذا الموضوع يعني واضح بالنسبة للحكومة ليس هناك فسحة ولو بسيطة لتسييس أمن الناس بالنتيجة النهائية الملاحظة لهذه الهجمات إنما هي تجر الأذى على العراقيين أولا وأخيرا وليس على البعثات الدبلوماسية نحن نرفض هذا ونرفض في الوقت نفسه إلحاق الأذى بالبعثات الدبلوماسية هذه البعثات هي تحت حماية هذا البلد هذه الحكومة وهي من مسؤوليتنا بالتأكيد هناك أعمال جارية للكشف عن من يقوم بهذه العمليات والحكومة ليست ساكتة عن هذا الملف ولكنها قيد الإنجاز السلام عليكم خلق عزيز من شبكة الرداء والإعلامية كيف تقيمون استعداد حكومة تقليم كردستان لتنفيذ استعداداتها الدستورية بشأن حس تقليم كردستان من الموازنة السؤال الثاني الأمريكيون أعلنوا أن هجوم أربيل نفذ بسلاح إيراني هل توصلتم إلى أي نتيجة؟ يعني خلينا أركز على السؤال الأول الباتها واضحا لجميع العراقيين أن عقدة الموازنة هي حصة الإقليم نقطة رأس سطر هذا واضح الأمر وفي الأسبوع الماضي حدثت مفاوضات على أرفع المستويات من وفد كردستان في بغداد وما زال العمل جاريا على هذا الملف وأعتقد أن الموازنة في كل مفاصلها وهذا خبر جيد أنها تم الاتفاق عليها لكن بقية هذه العقدة تتحى الحل مع الأيام نحن بحاجة إلى المزيد من الحوار من التفاهم لكي نصل إلى نقطة ونبدأ باستخدام واستعمال هذا القانون عبر تصويت مجلس النواب عليه أسئلة مزيد من الأسئلة السلام عليكم اسمع علي الوزير مهة عزاوي من مكالة المعارج العراقية هل تستمر حملة إكساء الشوارع وتزييم بغداد خلال فترة الحضر خصوصا وأن الناس استبشروا خيرا عندما رأت سيادتكم متبنين للموضوع شكرا المجلس الوزراء تبنى هذا المشروع نحن نعرف أن أمانة بغداد وأمينها الجديد وقلت ذلك في مؤتمر سابق يعملون عملا حثيثا في هذا المشروع تحديدا وفي غيره لإظهار خاصة مدينة بغداد بالوجه الذي يليق بتاريخها ومكانتها واسمها هذا المشروع مستمر السيد أمين بغداد استضيف في مجلس الوزراء ونال الدعم لإنجاز هذا المشروع ونحن ماضون فيه شكرا جزيلا لكم 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 شكرا جزيلا لكم